اهلا بكم الى اللقاء الاولى الذي نستضيف فيه الليلة من الرباط مدير المركز المغاربي للدراسات الامنية وتحليل السياسات عبدالرحيم منار سليمي حيث سنناقش معه الدورة الجديدة لمجلس نواب المغربي والرهانات التشريعية والسياسية المعلقة عليها تنطلق غدا في المغرب الدورة البرلمانية الجديدة التي تعد نقطة بداية للنصف الثاني من الولايات التشريعية للبرلمان الحالي ما يجعلها مرحلة مفصلية ومحط أنظار المتابعين للأداء المغربي البرلماني بالمغرب وتشهد هذه الدورة منافسة وصفت بالساخنة على رئاسة مجلس النواب بين رئيسه الحالي كريم غلاب عن حزب الاستقلال المنسحب من الحكومة والمدعوم من نواب المعارضة وبين رشيد الطالب العالمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي عوض الاستقلال في الحكومة والذي يحظى بدعم نواب الأغلبية وتأتي هذه الدورة في إطار جدل حول أداء المؤسسة التشريعية خصوصا فيما يتعلق بإقرار القوانين التنظيمية بما يضمن ترجمة الدستور الجديد إلى قوانين ملموسة كما أنها تكتسي أهمية خاصة لأن هذه السنة ستكون سنة تحضيرية للانتخابات التشريعية المقبلة إذن ينضم إلينا منارباط مدير المركز المغاربين للدراسات الأمنية سيد عبد الرحيم منار سليمي مساء الخير سيد سليمي الدورة البرلمانية اليوم غد كما قلنا قبل قليل هي بداية النصف الثاني من الولاية التشريعية للبرلمان الحالي بشكل عام الآن في البداية ما أهم ما يسم هذه الدورة المفصلية التي تعد مفصلية في العمل التشريعي في المغرب هذه الدورة التي وصل فيها العمل البرلماني إلى منتصفه هي دورة في تقييمها لا تتعلق بالبرلمان وحده وإنما تطرح تساؤلات حول مصير حكومة عبد الإله بن كيران من هنا فإن النقاش الذي وصف بالساخن بين مرشحين مرشح ينتمي إلى المعارضة ومرشح ينتمي إلى الأغلبية الحالية فهو نقاش يمكن أن نعتبر بأنه اختبار للحكومة وسوف يقدم من خلاله مجموعة من الرسائل منها رسالة بأن الحكومة يمكن أن تستمر إلى نهاية ولادتها وهي مطمئنة وإذا حدث وفاز مرشح المعارضة سوف تطرح العديد من التساؤلات على الحكومة لماذا لأننا سنكون أمام أغلبية غير منضبطة ويمكن أن نتوقع بعدها إذا فاز مرشح المعارضة بأن يتم إسقاط الحكومة في أي لحظة إذن الكل يتابع هنا انتخابات بمعنى انتخابات التي ستجري فهي لا تتعلق فقط بالعمل البرلماني وإنما هي توجه إشارات إلى حكومة عبدالله بن كيران الحكومة الإسلامية في المغرب التي يتار حولها مجموعة من التساؤلات حول أدائها حول الملفات التي ستطرحها أيضا الأمر يتعلق أيضا بهذه الولاية إلى حد اليوم البرلمان لا زال ضعيفا لا زال لم يصل إلى الرقم الذي هو مطلوب حول عدد القوانين التنظيمية التي تكمل الدستو لا زالت أمامه قوانين استراتيجية تحدد مصير الهيكلة الهندسة الدولة المغربية مدام تحدثت أستاذ عبدالرحيم عن المنافسة على رئاسة البرلمان المغربية ومجلس النواب ما هو في حقيقة الأمر هامش المنافسة الفعلية بين المرشحين خصوصا أننا نعلم من خلال التجارب السابقة أن المرشح المدعوم من قبل نواب الأغلبية هو الذي عادة ما يفوز بمنصب رئيس البرلمان الإشكال الذي هو مطروح اليوم هو أن خروج كريم غلاب بمعنى أنه ترشعه واعتبر بمثابة مفاجأة وهناك من يقول بأنه لا يمكن أن يغامر بهذا الخروج إذا لم يكن يعرف بأنه يمكن أن يفوز فهو يعرف ضعف البرلمان يعرف عدم انذباط داخل الفرق البرلمانية ثم لوحد بأنه أحيانا لا نعرف إلى أين ستير الأصوات فيلاحظ في المغرب بأن العديد من النواب المنتمين إلى فرق بما فيها الأغلبية هم أحيانا لا ينضبطون في تصويتهم سري إلى قرارات التي تأتيه من أحزابهم سياسية لهذا فالكثير يمكن أن يتوقع مفاجأة غدا لأنه لا يمكن لشخص له رصيد مثل كريم غلاب أن يغامر وفي نهاية ناطف لا يعرف بأنه سوف لا يفوز إذن هناك صراع الدليل على ذلك أنه خرجت كل القيادات الأغلبية رئيس الحكومة بنفسه خرج بمناسبة النقاش حول ميتاق الأغلبية هو يدعو النواب للتصويت على مرشح الأغلبية وأيضا قيادات هذا الحزب إنه صراع بين المعارضة والأغلبية ولكنه اختبار لحكومة عبدئينا بن كيران وإشارة سياسي لها هل أفهم من كلامك أن هناك فرصة حقيقية هذه المرة أن يفوز مرشح المعارضة بمنصب رئيس البرلمان لا أحد بمعنى أنه لحد اليوم يمكن أن يفوز مرشح الأغلبية ولكن لا يعني هذا بأنه مرشح المعارضة وخارج اللعبة يمكن أن تكون المفاجأة لماذا أقول بأن من يعود إلى التحليل السوسيولوجي للنواب الموجودين اليوم سيلاحظ بأنهم نواب قادرون على التصويت في أي اتجاه ليس هناك انضباط لا للأغلبية وللمعارضة وهذه المسألة معروفة في المغرب لأن درجة انضباط حزبي هي ضعيفة جدا إذن من الممكن أن يفوز مرشح المعارضة ومن الممكن أن يفوز مرشح الأغلبية وفي الحالتين معا هي إشارة لرئيس الحكومة عبدئينا بن كيران إما سيستمر بطريقة مستقرة وإما أنه ستكون له إشارة في حالة فوز مرشح المعارضة بأنه يمكن أن تتم عملية إسقاطه في لحظة أي لحظة بعد ذلك ما دمنا قد تحدثنا عن الأهمية التي أعطيت من قبل المتابعين لشان البرلمان والصحافة المغربية للمنافسة حول رئيس البرلمان المغربي أو مجلس النواب في المغرب أود أن أسألك عن أهمية دور رئيس مجلس النواب في المغرب وأهمية شخصية هذه الشخص الذي سوف يفوز بهذا المنصب في العمل التشريعي داخل البرلمان هذه الشخصية هي الشخصية الثالثة في الدولة بعد الملك ورئيس الحكومة ولكن في الواقع هي الشخصية الثانية من حيث الصلاحيات الدستورية إذن هي شخصية داخل مؤسسة التي هي مؤسسة مجلس النواب لها سلطات كبيرة هي شخصية لها دور على مستوى التشريع على مستوى الإداري تسير المجلس على المستوى الدبلوماسي وقد لاحظنا مثلا حتى أسابيع قبل هذه الانتخابات أن كريم غلب وكان متواجد في العديد من مناطق العالم يلعبوا دوره الدبلوماسي إذن هي شخصية استراتيجية داخل الهندسة الدستورية والمؤسسات المغربية بل يمكن أن نقول من خلال تحليل الصلاحيات الدستورية أنها شخصية أهم من رئيس الدولة من حيث الصلاحيات الدستورية خاصة سواء في لحظات الأزمات أو في علاقته بالملك في بداية الحديث تحدثنا وقلنا بأن هذه الدورة البرلمانية الجديدة هي بداية للجزء الثانية أو المرحلة الثانية من الولاية التشريعية للبرلمان الحالي من 2011 إلى 2016 هل لك أن تعطينا تقييماً ولو مختصراً للأداء البرلماني في الجزء الأول من هذه الولاية التشريعية يلاحظ حسب العديد من المؤشرات بأننا في الواقع في المغرب أمام أضعف برلمان في تاريخ البرلمانات المغربية رغم أننا في مرحلة لو فيها صلاحيات دستورية ولكن هذا البرلمان إلى حد اليوم يعاني من هيمنة الحكومة فالحكومة هي تمارس العديد من الصلاحيات التي هي صلاحيات برلمانية هذه النقطة الأولى من حيث التشريع فهو برلمان ضعيف لماذا؟ لأنه إلى حد اليوم ما يسمى بالقوانين التنظيمية الستراتيجية في المغرب أتحدث عن المسائل المتعلقة بالجهوية أو المسائل المتعلقة بالقضاء مثلا كمثال أو المتعلقة باللغة الأمازيغية فهي لحد الآن هذه القوانين التنظيمية لازالت غائبة أكثر من ذلك لوحدة حتى في جلسات مجلس النواب أو حتى جلسات مجلس المستشارين أنه كثيرا ما تحول البرلمان المجلسين إلى صراعات صراعات خارج إطار ما يسمى بالسلوكيات البرلمانية فقد لاحظنا السلوكات يتظهر لأول مرة كحالة البرلماني مثل الذي رفع لبسه وعرى بطنه بأمام رئيس الحكومة أكثر من ذلك أنه كانت هناك العديد من الاحتجاجات مسألة النساء ومسألة الشباب لم تطور شيئا في العملية البرلمانية الشريع لا زالت جودته ضعيفة الأداء الديبلوماسي وقد كان هناك خطاب ملكي موجع البرلمان يبدو بأن البرلماني دائما ينتظرون إشارات للقيام بدور ديبلوماسي بل أكثر من ذلك أنه يجولون جل دول العالم بدون نتيجة إذن نحن أمام دورة أمام ولاية شريعية إلى حد الآن هي ولاية ضعيفة أتحدث هنا عن المجلسي أنت أشارك أن القوانين التنظيمية حتى اللحظة هي غائبة عن العمل البرلماني حتى هذه اللحظة في الجزء الأول من الولاية التشريعية هل يعني ذلك أن الدستور الجديد في المغرب الذي يقرر في عام 2011 لم يطبق فعليا لم يترجم فعليا كقوانين على أرض الواقع حتى اللحظة رغم التوجيهات الملكية التي جاءت في الخطاب الذي تحدثت عنها الصارمة طبعا التي وصفت بالصارمة اليوم يمكن أن نقول في المغرب بأن الدستور هو يطبق في جوانب متعددة ولكن المسألة المهمة في عملية تنزيل لازالت غائبة بل أكثر من ذلك أنه يمكن أن نقول هذه المعادلة أحيانا أن سقف دستور هو أعلى من سقف الأحزاب السياسية والبرلمان بمجلسيه بمعنى أن سقفه مرتفع فهناك صعوبة أحيانا لدى الحكومة ولدى البرلمان في ممارسة صلاحياتها الدستورية أتحدث هنا بمعنى أن الخلل هو في الحكومة والبرلمان ولكن هذا لا يعني بأن الدستور اليوم هو موجود هناك تقافة هناك نقاش دستوري كبير جدا ولكن هناك صعوبات في التعامل مع هذه الوثيقة نتيجة الضعف الموجود خاصة على مستوى البرلمان ولكن أقول هنا بأن الشق الأكبر الذي يجب تنزيله لازال غائبا الوثيقة موجودة هي وثيقة متطورة فيها صلاحيات للبرلمان صلاحيات كبيرة فيها صلاحيات للحكومة رئيسها وفيها صلاحيات للملك الدستور هو واضح فيه الحقوق فيه الحريات ولكن الإشكال هو متعلق بالبرلمان والحكومة إلى حد اليوم من هنا تظهر الصعوبة لماذا؟ لأن الصراع في المغرب هو صراع سياسي أكثر منه دستوري بين البرلمان والحكومة هناك نقاش هناك خطاب ولكن التنزيل لازال ضعيفا هناك نقطة إشكالية أخرى تلاحظ على الأداء البرلماني في المغرب وهو حيثية التهم الموجهة من قبل المعارضة داخل البرلمان للحكومة حينما تتهمها وتقول بأنها تعمل على عرقلة الأداء أو المبادرة التشريعية من قبل البرلمان ويلاحظ كما يقول المراقبون بأن كل التشريعات تأتي مفروضة من قبل الحكومة المغربية وليس العكس هذا التقييم هو صحيح بل أنه تقييم أحيانا يصدر من طرف الوزراء في تقييم البرلمان فهم يعتبرون بأنه أحيانا خرج الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان منذ حوالي تقريبا أسبوعين في حوار مع جريدة مغربية فهو ضمن يقول فيه بأن البرلمان في هذه المرحلة يلعب دور ولكن يجب أن يكون دور الأكبر هو للحكومة الدليل على ذلك أن البرلمان هو منع من تقديم ما يسمى بمقترحات القوانين التنظيمية إذن لوحد بأن هناك هيمنة ولكن الإشكال هو أيضا حتى في المعارضة لماذا؟ لأننا نجد أحيانا داخل البرلمان المغربي داخل مجلس النواب أن حزب العدالة والتنمية كثيرا ما تحول فريقه إلى معارضة وأغلبية إذن حتى المعارضة هي ضعيفة وأحيانا لا تعرف حقوقها إذن الإشكال وفي الأغلبية والمعارضة بينهما هذا الضعف جعل الحكومة هي التي تمارس العملية هي التي تقود العملية الشريعية أكثر من ذلك وفي سلوك غريف المغرب أن الحكومة أحالت على البرلمان ما يسمى بالمخطط الشريعي على مجلس النواب وهذا المخطط هو عمل داخل وقبله مجلس النواب هذا يعبر عن الضعف لماذا؟ لأنه ليس هناك ما يسمى بالمخطط الشريعي في عمل مجلس النواب هذه من المفارقات الغريبة إذن نحن أمام ضعف وهذا الضعف جعل الحكومة هيمن على البرلمان اليوم ودخل هذه الهيمنة يبدو بأنه لحد الآن البرلمان لا يمارس سلطته كمؤسسة تشريعية الآن ونحن في هذه المرحلة المفصلية داخل البرلمان المغربية ومجلس النواب بالنسبة للمرحلة السابقة الجزء الأول من هذه الولاية وصفت بأنها كانت تأسيسية ما هو الطبع العام الذي ترى أنه سيطغى على المرحلة المقبلة الجزء الثاني من الولاية التشريعية إن كانت الأولى تأسيسية ماذا ستكون المرحلة المقبلة هناك فرضيتين إذا فاز مرشح الأغلبية يمكن أن نقول بأن وطيرة مجلس النواب ستكون سريعة لماذا؟ لأن الحكومة ستحس بنوع من الاستقرار وستكون قادرة على تمرير كل مشاريعها ولكن إذا حدث العكس وفاز مرشح المعارضة فيمكن أن الحكومة سوف تعيش درجة اللاستقرار وسوف تعيش بفكرة ما يسمى بالمؤامرة من داخل مجلس النواب بمعنى أنها ستعيش بنفسية إمكانية إسقاط الحكومة دستوريا في أي لحظة وسوف يؤثر على العمل تشريعي ولكن في الحالتين معا يبدو بأن ما يسمى بالقوانين الاستراتيجية الكبرى في المغرب لن يتم تنزيلها خلال هذه الولاية وإلا أنه سيتم تنزيلها بطريقة ما يسمى بضعيفة جدا لماذا؟ لأن الوقت لم يعد كافيا للنقاش حلو بعض القوانين الاستراتيجية منها مثلا القانون المتعلق بالأمازيغية أو القانون المتعلق بالجهوية أو القوانين المتعلقة بتنظيم السلطة القضائية شكرا جزيلا لك سيد عبد الرحيم منار سليمي مدير المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات الذي كان معنا من العاصمة المغربية الرباط يمكنكم مشاهدين المشاركة معنا من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك اشتركوا في القناة